الباب الثاني الباب ماذا ضيانوا شيء من أنواع السحر لماذا يريد يقول لك انتبه أنت في زمن السحر فيه أنواع كثيرة ليس سحر ما يكتب سحر يكتب تنوين مغنطيسي تنوين مغنطيسي ألعاب خفة يد فانوس سحر خاتم سليمان صح ضرمج عصبي تتعين سبحان الله هذا الأخ معاد مضرمج عصبي على ماذا أنه يمسي فوق النار يحرق أو لا يحرق قال أنت مضرمج نزل الجهاز مثل الكمبيوتر مبرمج فيقول لابد تغير هذه البرمجة يقول كيف تغير هذه البرمجة أمشي على النار على الجمر أسر قال لا لابد تصنع فورمات أو دليت للذاكرة تمسح المعلومات التي لديك هنا وتنسل معلومات جديدة وهي أنك تمسي على الجمر ولا تحرق قال اتنعك لا أستطيع أمشي على البرمجة عصبيك يمسي لا يحرق يمسي على الجمر لا يحرق المجلة التي فيها أبراج محرم شراء المجلة عندما تفتح المجلة هكذا تنضغ الأبراج لا تقبل لك صلاة أربعين يوم تصدق كفر بما أنزل على محمد صحصة ممكن لا تصدق اليوم ممكن بعد يومين ثلاثة يحدث لك شيئا من الأشياء التي قرأت هنا قراءة الكفر الفنجان نعم السماء ما يمكن تسمع لها هنا تسمع تقرأ لا تنضغ لك صلاة أربعين يوم قد تصدق في الوقت وبعد الوقت مفهوم وأصلا هم يعني هؤلاء يقول لك يعني يخبروك عن أشياء تحدث عن كل الناس قال ستسمع خبر سعيد بعد أيام وخبر تعيس هناك من يحقد عليه نعم ستمرض بعد أيام هذا المتزوج يقول له تخاصمت مع زوجتك في يوم العيد لا يوجد أحد متزوج لا يتخاصم مع زوجتك في يوم العيد معروف هذا عند الوقت يزوج أمر طبيعي خصومة بين الزوجين أمر طبيعي ملح الحياة صحيح يقول أنك تخاصمت مع زوجتك طبعا تخاصمت مقروم فهو يذكر له وهذا يقول صدق صدق كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام إذا لابد نعرف إن من البيان لسحرة هذا ذكر مؤلف في أي باطل بأن شيء من أنواع السحرة ما علاقة إن من البيان إلى السحرة البيان الفصاح وقد يتكلم بكلام فصيح ويخط الحق ويمطل الباطل هذا حق بل واجب وقد يتكلم بكلام فصيح ويجعل الباطل حقا الحق باطلا وهذا باطلا ما علاقة إن من البيان إلى السحرة في بيان شيء من أنواع السحرة من يعني خطأ من بعض المستقل إخواننا ولا خطأ واحد إلا لعن الشر البيان يسحر الناس البيان يسحر الناس تمام الساحب يتكلم بكلام فيه سجر ويسحر وقالوا أن النمام لا هذا إش علاقة إلا النمام الثالث أن يتكلم بكلام بيان فصاح ويجعل الباطل حق والحق ويقلب عليك الحقائق إذن أراد أن يبين ما الساحل يقلب عليك يلبس عليك لكن هو لا يستطيع طبعا أن يخلق من العدل ما يمكن نعم سحروا أعين الناس واسترهبوه تمام ثم قال ألا أنبئكم من عظم يسحر على وجه العيدة هي القالة بين الناس هذا خطأ من المسخ ولا الشحر لأن القالة بين الناس الغيبة والنميمة ليس لها علاقة بالسحر صح؟ غيبة ونميمة كبيرة ما علاقة الغيبة والنميمة بالجوم السحر خطأ من بعض المسخ أحسن سبحان الله نعم ما علاقة الغيبة والنميمة يقول القالة بين الناس إيش العلامة؟ نعم أراد المبين لك أن من أنواع السحر التفريع الصرب والعقل فيتعلمون منه وما يتفقون به بين المرء وزوجه لأن النمام يفرق في لحظة ما لا يفرق الساحر في خمس سنة الساحر ممكن أن تعمل خمس سنة ما يفرق هذا يفرق في إيش؟ في لحظة وقال إيش تريد بدرس التوحيد؟ حرص وانتهى الموضوع لا يأتي أحد يترسل تاب التوحيد قال إيش تبغى في تاب التوحيد؟ التوحيد عربنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه صحابي من كغار الصحابة داخل الدهاد أربعة في الصحابة منهم رضو الله من؟ المغيرة بن شعبة يقول ما غلبني أحد لم يغلب يعني ما أحد بالعاملية عندنا يعني يضحش على رشية نعم إلا غلاب يقول حتى ليس برجل اللي غلبه واحد وليس برجل غلاب ما ملق الشرط قد خطبت مرأة خطب مغيرة أمين ولا عثماء رضي الله عنها كمارة قال خطبت مرأة فجاء لي هذا غلاب وقال يا أمين رأيس رجل يقبل هذه المروح صحابي فترك خطبة المرأة قال وإذا بعد زمن أرى هذا الغلام زوجا لهذه المرأة فأمسك قال ألم تقل لي قال والله ما كذبت والد لا يقبل اعمل أبا زيد كل آلة فالمرض يغلب لا أحب مفهوم إذا النمام يفرق ما لا يفرق الساحل في سنين وأراد أن يبين أن من أنواع السحر التفير من أنواع السحر النظر في النجوم من أنواع السحر العقب مع النظر قراءة المجلات الفجان الكف وغيره بيّن لك السحر وبيّن لك أنواع السحر الآن يريد يبين لك في الباب الثالث من هو الساحل قال الساحل والمنجل والعرار والرمان شيء واحد كل من يدعي معرفة الغير معرفة العمور معرفة ما في الضمير وارتعه واجعلهم شيئاً واحد من وارتعه التعليق من هم وكيفية الإتيان ذكرنا الإتيان تأتي تجالس تحكير بينك أو اتصال أو رسالة أنت اسم اس ولا رسالة عادية ولا رسالة اميل أو ترسل إنسان أو تتفرج عن قنوات التلفزيونية قنوات الانترنت هذا إتيان الإسان لا اكتب حكم الإتيان يأتي أو يخته على القناة التلفزيونية لا تقبل نصلا 40 يوم صدق كما ننزل عن محمد الصلاة